سهل عادة تعالوا بقى نتكلم يا حضرات عن تدعيات اللي حصل مؤخرا في نهاية أبطال أوروبا طبعا امبارح أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انه ابتدى في إعداد تقرير مستقل حول الأحداث المؤسفة المحيطة بنهاية دوري أبطال أوروبا طبعا بين ريال مدريد وليفر بول الإنجليزي يوم السبت اللي فات في فاريس أوضح بأن طبعا بيان الويفا أو الويفا أن المراجعة الشاملة ستدرس عملية صنع القرار ومسؤولية وسلوك كافة العناصر المشاركة في المباراة النهائي وأنه سيتم جمع الأدلة من الأطراف المعنية وسيتم أيضا الإعلان عن نتيجة هذا التقرير المستقل بمجرد الانتهاء منه لحين الحصول على النتيجة سيقوم يويفا بتقييم الخطوات التالية اللي حصل أن شرطة باريس كانت اعتقلت حوالي 68 شخص في العاصمة الفرنسية باريس وصلت فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا وأكدت كمان أن عدد كبير من المشجعين اللي ما كانش معاهم تذاكر رسمية وحقيقية لحضور المباراة حصلوا على تذاكر مزورة وعرقلوا الوصول إلى استاد طبعا دوي فرانس اللي تلعبت فيه هذه المباراة وأضافت أن ضغط هؤلاء المشجعين لدخول الملعب أدى إلى تأخر انطناق أحداث هذه المباراة دي ما يقرب من حوالي 40 دقيقة وطبعا ده كان برضو من الأحداث الموسفة للعالم كله شاهدها في الفترة الأخيرة حاجة غريبة قوي أن تشوفها مشات زي دي كمان في نهائي أبطال أوروبا غير معتادة شوية أن الشغب موجود وفكرة هنا يعني فيه 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 ناس بتبقى جماهير عندها شوية هذه الروح ولكن فكرة أن انت تروح من غير أصلا تذكرة دي اللي غريبة يعني أن هناك مفيش الكلام ده خالص يعني مش هتدخل يعني مش أوبشن فكون أن أنت بتسر أو عندك أمل أنك تدخل وأنت معك تذاكر سواء مزورة أو معكش تذاكر دي في الحلم يعني كانت غريبة قوي الشراحة أهو تأبض عليه أهو طبيعي أهو طبيعي غريبة